اشتركوا في القناة أن تكون متابعا في المصحف تتابع الآيات لتعرف علامات الرسم وأيضا تعرف الحركات وتعرف أحكام التجويد فلا بد أن تكون متابعا في المصحف أيضا عند النطق والتعلم أن تكون مركز كيف أنطق الحرف والكلمة حتى لا تخطئ فيها مرة أخرى أيضا عند التطبيق إذا طبقت أن تكون تلوتك متأنية توضح الحركات وتوضح الحروف أيضا من مخارجها أيضا تنتبه العلامات المصحف التي درستها وأحكام التجويد من تلك العلامات نذكر هذه علامة ماذا؟ السكون وهي دليل عن أن الحرف مظهر وهذه العلامة الألف الصغيرة دلالة على المد الألف قد تكون محذوفة لكن يوضع مكانها هذه الألف لتمد أيضا علامة المد المتصل والمنفصل واللازم وغيرها قد لا يضع عليها علامة فلا بد أن تعرف علامات المد وتطبقها أيضا تعطي الميم والنون المشدد حقهما من الغنة ثم إن وهذه تأتي مع القراءة بتأني أما القراءة باستعجال قد لا يعطي الميم والنون حقهما من الغنة أيضا تنتبه لهذه العلامة علامة ماذا؟ الإقلاب أو القلب توضع فوق النون أو عند إحدى حركات التنوين هذا الدليل على ماذا؟ على أن تقلب النون ميما أو تقلب التنوين إلى ميم أيضا تنتبه إلى حكام التفخيم والترقيق سواء كان راءات أو لاملط الجلالة أو ما يشابه ذلك من التي درستها أيضا تنتبه لهذه العلامة هذه علامة رأس الآية هذا دليل أنك تقرأ تقف هنا ثم تأخذ نفس ثم تكمل الآية اللي بعدها ولا تصل آية بآية هذا الأفضل لك حتى لا تستعجل في التلاوة أيضا تنتبه إلى علاماتي الوقف التي درستها صلاة قلاة والجيم كلها يجوز فيها الوقف والوصل لكن هنا الوصل أولى وهنا الوقف أولى وهنا جواز الوجهين الوقف أو الوصل لكن نبهنا كثيرا في حال التدريب والتطبيق والتعلم الأفضل أن تقف تأخذ نفس ثم تكمل ما بعدها الآن نبدأ نأخذ بعض الكلمات لاحظوا الآن الباء ساكنة فكب والكافة مكسورة لاحظوا الكافة المضبومة هنا فكب كيبو فكب كيبو فكب كيبو فكب كيبو فيها هم والغاون فكب كيبو كررها فكب كيبو مع القراءة بيتأني تظهر معك فكب كيبو لاحظوا الدان مضمومة وجنود دو وجنود إبليس أجمعون وجنود وهذه كلمات أجمعون الواو انتبه تقول أجمعين أجمعون وجنود إبليس أجمعون لاحظوا هذه نكررها كثيرا الذال ماذا عليها؟ نعم سكون فتقرأها إذ 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 نسويكم برب العالمين بعضهم قد يحركها فيقول إذا إذا غير تكون هنا فتحة وألف هذه إذ نسويكم لاحظوا هذه الكلمة تنوين وبعدها لام ساكنة التنوين ساكن واللام ساكنة اجتمع ساكنان فماذا نفعل؟ نحرك التنوين نوحني المرسلين كذبت قوم نوحني المرسلين كذبت قوم نوحني المرسلين ننتبه الياء متحركة أجريا أجريا إن أجريا إلا إن أجريا إلا وهذه ستتكرر معنى في الصورة إن أجريا إلا أجريا هنا قلق له أجريا إن أجريا إلا على رب العالمين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأر ذلون الأر أر أر سيكلمة الأرض الأر ذلون الأر ذلون الأر ذلون هذه ذال انتبه لها الأر ذلون الأر لاحظوا الآن أنا ماذا عليها؟ هذه لاحظوا كيف دائرة لكنها مستطيلة الدائرة هذه دليلة أنه إذا وقف تمد وإذا وصلت لا تمد الآن لاحظوا سأقف إن أنا إن أنا سأصل الآن أحدف الألف تصبح فتحة فقط إن أنا إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير مبين لاحظوا نون ساكن بعدها لام الحكم نعم إضغام بلغنة يعني النون هذه لا تنطقها همزة بكسورة ثم لام قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لئن لم لئن لم لئن لم لئن لم لاحظوا هذه معي هنا نون ساكن بعدها ميم إضغام بغنة ومن معي ومن معي ومن معي من المؤمنين لحظات الكلمة كيف تنطقها نعم صحيح بعد ثم أغرقنا بعد الباقين بعد بعد الآن استمع للآيات وركز معي سأقرأها قراءة هادية وانتبه وركز وكرر أيضا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوحي المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الآن بعد استمعنا للآيات وتدربنا على بعض الكلمات عليك الآن أن تعيد المقطع تركز من جديد تكرر ثم تستمع للآيات من قارئ متقن ثم أيضا تطبق بقراءة متأنية من غير السعجال ترجمة نانسي قنقر